اهلا بكم الى موجز الاحداث الرياضية على قناة الحدث الاثريقية حسم التعادل السلبي مباراة المنتخب المكسيكي مع نظره البولندية التي جمعتهما باستاذ 974 مساء يوم الثلاثاء بمنافسات الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022 واضع روبيرت ليفندوفسكي ركلة جزاء لبولند في الدقيقة 57 ليضيع فوزا مهما لمنتخب بلاده وتنتهي المباراة بتعادل السلبي بهذا التعادل نال كلا المنتخبين نقطة واحدة ليحتل المركزين الثاني والثالث خلف المتصدر المنتخب السعودي بثلاث نقاط بينما يتذيل المنتخب الأرجنتيني جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدون نقاط أمر ولي العهد السعودية الأمير محمد بن ثلبان بنقل اللاعب ياسر الشهراني بشكل عاجل على متن طائرة خاصة للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بكسر النأف الفك وعظم الوجه الأيسر خلال مباراة السعودية والأرجنتين وكان الشهراني قد تعرض لإصابة قوية للغاية خلال المباراة يوم الثلاثاء إثر استضامه بشكل مباشر في الحارس محمد العويس وأفادت تقارير صحفية سعودية أنه بعد إجراء الأشحة تبين إصابة ياسر الشهراني بكسر في الفك وعظم الوجه الأيسر وأنه يحتاج لتدخل جراحي سريع بسبب النزيف الداخلي وأجر الجهاز الفني تبديلا بنزول اللاعب محمد البريك بدل الإيمان الشهرانية ونجح المنتخب السعودي في الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة ونجح المنتخب السعودي في قلب تأخره بهدف أمام الأرجنتين إلى الفوز بهدفين حيث تقدمت تانجو بهدف حمل توقيع نجمه ليوني الميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة قبل أن يحرز صالح الشهري هدف التعادل للأخضر في الدقيقة الثامنة والأربعون وبعدها أبا فسالي المدويسري الهدف الثاني لمنتخب السعودية من تسديد رائعة في الدقيقة الثالثة والخمسون أعلن منشستر يونيتد أمس ثلثاء فسخ عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في أعقاب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين في الأيام الأخيرة وقال منشستر يونيتد في بيان رسمي سيغادر كريستيانو رونالدو النادي على الفور وفقا لاتفاق مشترك ويشكر النادي رونالدو على مساهمته الهائلة في أولد ترافورد خلال الفترة الأولى والثانية حيث سجل 145 هدفا في 346 مباراة ويتمنى النادي له ولأسرته التوفيق في المستقبل ولا يزال الجميع في منشستر يونيتد يركز على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إيريك تينهاك والعمل مع النقل لتحقيق النجاح على أرض الملعب وأدل رونالدو بتصريحات نارية ضد منشستر يونيتد ومدربه إيريك تينهاك في أعقاب ما حدث معه في الأشهر الأولى من هذا الموسم وذلك خلال حوار صحفي مطول وعانى رونالدو هذا الموسم من الجنوس كثيرا على دكة البدلاء كما دخل في صدام قوي مع المدرب الهولندي إيريك تينهاك وأكد كريستيانو مؤخرا أن تينهاك لا يحترمه وبالتالي فإنه أيضا لا يحترمه وعلق منشستر في بيان على موقعه الرسمي على تلك المقابلة الصحفية المثيرة للجدل حيث لاحظ منشستر يونيتد التغطية الإعلامية بخصوص مقابلتنا أجراها كريستيانو رونالدو بهذا الخبر نأتي إلى نهاية المجاز الرياضي لهذا اليوم شكرا على المتابعة